سلام عليكم خوتي شاء الله تكونوا بخير شاء الله صحة تكونوا بس تجور في قناتكم مرحبا بكم خوتي وبرك الله فيكم على الدعم لنضم القناة الجديد نقولوله أهلا وسهلا وبرك الله فيك على الاتقالات تتانا لا رأي تفرج فينا جديد بطبيعة الحال قلوله أهلا وسهلا ماذا بنا تشارك معنا في القناة إذا عجبك المحتوى بطبيعة الحال قاوتي يوم جنانا هضرو على الأخضر باللومي والقصف قصف 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 بمعنى الكلمة خاصة في الجملة اللي رأيكم سمعتها قاوتي المهم المنتخب الوطني أو المهم الألوان الوطنية تشوف قيمة هذا اللاعب كأسطورة وعنده تاريخ مع المنتخب الوطني ما تيكش أي واحد يمسحه ولا يتجاه له ولا ينساه نضافة إلى هذا الأخضر باللومي من بين اللاعبين القالاء اللي فازوا بكورة الذهبية الإفريقية داخل الوطن أو بدون احتراف يعني قيمة كوروية قيمة أو قامة وطنية شوف كيف يسرح هدرولو على ولدو قال لك أنا ولدي ما حبيتوش هدر على نادي فارادو هدر على مرودية وهران أهدر أهدر وخاصة على ولدو قال لك ولدي عندو كما نقوله خيصال كيمة تاعي يبات بالبالون كان يلعب بزاف البالون نحن نتمنى ويكون 30% أو 20% من المهارات التيعك باش يلحقك ما نظنيناش لكن يكون 20% أو 30% من المهارات التيعك ومن الأداء التيعك فوق أرضية الميدان بزاف على المنتخبات بزاف علينا كمتفرجين هذه حاجة حاجة ثانية لما يقول لك المهم 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 المنتخب الوطني المنتخب الوطني والألوان الوطنية شوف عكس اللي كانوا يوزعوا في الوطنية وكانوا يتباهوا بالوطنية ويتباهوا باللومي دائما كان من المدافعين عن اللاعبين المختاربين كان من المدافعين خاصة على الأبناء الجالية وشفناها مع علاقته مع رياض محرز حتى معه بالماضي ما ينتقدش كثير ما يواسيش كثير لهذا عدد محبوب من طرف الجمهور الجزائري ومتتبعين منتخب الوطني الجزائري تشاء الصوداف سبحان الله ولده يمثل للمنتخب الوطني في سن أقل من 20 سنة وعنده طريقة لعب الناس يقول لك ألا محرز الناس يقول لك كما بوه كما باللومي كل واحد اختلفت الآراء لكن في المجمل مقابلة واحدة مع الفارق الوطني ليست كافية لازم يثبت أمام المنتخب المغربي أمام المنتخب الليبي حتى أمام المنتخب المصري إذا رجع من انسحاب لهذا إن شاء الله نتمنى أنه يتقلق والأهم والأهم نتمنى له يروح للفارق بعد ملودية وران طبعا ورى في فارق كبير إذا أراد الاحتراف فليحترف هذا وقت الاحتراف هذه حاجة الثانيين نزيد على الوطنية والفرق بين بن لومي بن بن لومي وماجر وبن ماجر كان كمثل نقوله مثل ابن ماجر ابن ماجر قال لك ولدي ما عاي طولوش نعطيكم ميشا الخوطي بسيط بنجاح في البداية التيعه وخاصة لما انتقل إلى تونس النجم الساحلي التونسي أول عام التيعه يعني التسعة شهر أول عام التيعه كان هداف كان هداف حتى لي عاقبه الضربة هذه التعالي الأفريقي لما راح للجمهور عاقبه بستة مقابلات ولا ما علي بديش حال يعني كان هو الهداف وتشوف قيمته في ذاك الوقت كان بين صدعه خاصة في تونس النجم الساحلي عرضوا عليه اللاعب للمنتخب التونسي وما حبش فورتون كان مظلوم كان مظلوم في المنتخب الوطني الجزائري وما أعطى واشا الفرصة وصبر وصبر حتى لي جاءت لكم تحديث في ناسيونار أيام غوركم بشتعرف هنا الفرق لما تحب تمثل جزائر ما ما يعيطولك تصبر تصبر وما نمثل حتى بلات حتى لو ما لعبتش حتى لو ما لعبتش هذا لأننا هدروع للقائمات الرياضية مثل ماجر مثل باللومي مثل عصاد مثل 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 هذو اللاعبين اللاعبين لهذا ما يجيش واحد يقسم معلينة الوطنية ويقول أنا ولدي مكشل عيط له لهذا اختار قطر يعني هنا مغالطة ماذا بغداد بو نجاح ما عنده أبو يلعب الفريق الوطني ما عنده أخو يلعب الفريق الوطني ما ماما راحل تونس كان قادر يتجنس بالجنسية التونسية بسهولة ويأخذ الجنسية التونسية ويمثل المنتخب التونسي لكن لا قارع من 2015 أو 2014 هو يقارع 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 وعطاه الاستدعاء ويأخذ مع العقوبة وأمور كثيرة كل واحد مثلا كما بغداد بو نجاح يقول كان أنظم المنتخب التونسي وعادي لكن مع هذا لا نهاجم ولده لكن تهاجم الشخصية ولا تهاجم السينبول تعرابح ماجر رابح ماجر كان قسم الوطنية كما أحب قسم الوطنية كما أحب وشوف لخذر باللومي الرد وكيف وكيف يهضر على الألوان الوطنية والمنتخب الوطني ونفتحه قوسين هذو قال لك اليوم يقول في خاطر بابها عايطول وفي خاطر بيو عايطول وفي خاطر في خاطر يا أخي لكن العرف يجيب لك لعب لعب عنده 40 أو 50% من إمكانيات لخذر باللومي إن شاء الله قاع العرف يكون كما هك إن شاء الله قاع العرف يكون كما هك حلال مشكلة العرف في البلد العرف يجيب لك لاعب ما عندوش الأحقية يتواجد حتى مع فرق ضعيفة ما عندوش الحق يلعب ورد قدم أصلا هذه المشكلة المشكلة بين العرب أنا أجيب لي لاعب ابن لاعب لكن يلعب لكن يلعب ويثبت أنه عندو إمكانيات كما ابن الأخضر باللومي البشير باللومي لو عندو قل لكم 30% أو 40% من أداء الأخضر باللومي حاجة مليحة للمنتخب الوطني صنف أسغر ولا صنف أقل من 20 سنة هذا عرف هذا يقول لي عرف ويقول لك ما لاعرف بس تعرف يجيب لي واحد ما يلعب قاع كورة القادم ولا ما يعرف أبجاديات كورة القادم سواء من حيث المهارة ربي سبحان الله كما ربي يقسم الأرزاق ربي يقسم المواهب سبحان الله والموهبة في هذا الوقت رزق خاصة موهبة كورة القادم يجيب واحد ما يعرف لاعب ميواسيس ميواسيس في النقيض أو في الجهة الأخرى ابن لاعب دولي أو ابن لاعب سابق في أي فريق وعنده إمكانيات لماذا بيو كاللاعب هو اللقم يلعب لا أنا لم يجب العف وبيل إمكانيات كبيرة وإنفع المنتخب الوطني ودر يا أخو يا مرحبا بي يا أخو يا مشي لاجي جيب عشرة يا أولاد وعنده عشرة أولاد وعندهم نفس الإمكانيات وينفع بيهم المنتخب الوطني ويزيد مرحبا بيك هذا هو العرف اللي لازم يتمشى بس هتجيب لي عرف واحد لا علاقة له بكورة القدم ولا بالرياضة بصفة عامة ويجي الدخله لأن ببي وفلان 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 هذه الحاجة التي لا نشبغي ها ونشوف أغلب لاعبي كورة القدم سواء المهاريين سواء كما حبيت يجو من المناطق الفقيرة من المناطق الفقيرة لا تكون فيها ممارسة كورة القدم في الشارع تجيب لك المواهب تربي لك الموهبة عندك حريات في اللاعب تكتسب مهارات وفنيات خارقة ولم تنظم للفارق أو تنظم للنادي أو المدرسة الكورية تتأثر في مجال كورة القدم هنا يمثل الفرق هنا هذا هو الفرق لذا إن شاء الله أي واحد أو أي لعب ولد يلعب كورة القدم كان شخصية عامة أو شخصية سياسية أو أو عنده إمكانيات مرحبا بها لا لديه إمكانيات السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم لا نسحقه نسحقه لنزيد وليرفض الدراس ومع العلم أن نادي براد كان يحوس على الباشير باللومي هذه عندها ثلث سنين أو أربع سنين لكن بيو خير يكون في معسكر وطلع يلعب في نادي أو غالي معسكر إذا من بعد راح الملودية وهران يعني تقريبا مسيرة الأخضر باللومي إن شاء الله يكون مسيرته الكراوية في اللاعب كما الأخضر باللومي لكن مسيرته الكراوية تكون أنجح من الأخضر باللومي في مجال الاحتراف نحن هدروع على مجال الإحتراف إن شاء الله بربي هذا الطفل يزيد يبين ويزيد مع قدوم المقابلات يزيد يظهر روحه ويبين روحه لأن هذه الدورة ربما تكون عندها عدة مناجر يتابعوا فيها يكون فرصة لكي يحترف وإن شاء الله لما يرجع الملودية يتوارا يساعدوه لا يخلوه في الأمال أو الشباب يساعدوه لفريق الأول أنا إمكانياته لا تسمح ليلعب على الفريق الأول طلعوا مدامه صغير واستفاد معه سواء في الميدان سواء باغي تبيعه ولا باغي تواسيه في الجانب المالي والمادي وإن شاء الله بربي يكون احتراف أوروبي إن شاء الله لهذا اللعب لازل تقلق وزاد بي إمكانيات كبيرة إن شاء الله بربي يكون عنده كما نقول مش كما بيو زيد نمي الجانب التقني والتكتيكي وعدة أمور في الاحتراف ويكون ربما لما لا يكون خليفة أبوه في المنتخب الوطني الأول خاصة في وجود جمال بالماضي لتبع كل كبيرة وسغيرة على اللاعبين الجزائريين هذا هو الموضوع تعليم خوتي وشكرا والسلام عليكم